السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم وانتس حسان من قناة حسان ميره للراضيات بإذن الله ما وعدنا النهاردة بحل امتحان الهندسة لمحافظة ضميات لطلاب الصف الثالث الاعدادي اللي الطلاب امتحانه النهاردة بتاريخ 31-1 من المحافظات الجميلة واللي امتحان بإذن الله يكون بصورة كويسة تعال نسمي بسم الله وخلينا نبتد السؤال الأول بيقول لي بيقول لي مجموع قياسات الزوايا الداخلة لمثلث طبعا مجموع قياسات الزوايا الداخلة هي 180 درجة بيقول لي إذا كان جاء سين بيساوه نص حيث وسين كويسة زاويا حد فإن سين بتساوه كام طبعا إيه الزاويا اللي جاء بتاعها بنص هي 30 أو عن طريق القالة تعمل شفت ساين نص تطلع معاك بتلاتين السؤال اللي بعده بيقول لي ألف باق جيم ده المتوازل أضلاع فيه خلي بالك أن المتوازل أضلاع كل زاويتين وراء بعد مجموعهم كام مجموعهم 180 فبيقول لي أن ألف وجيم بمتين خلي بالك برضه أن كل زاويتين متقابلتين متساويتين فطالما الاتنين دول بمتين يبقى ده مية وده مية فهو يسألني عن باق ما هلازم تبقى تمانين عشان يبقى مجموعهم كام 180 يبقى بالنسبة لي تمانين بيقول لي حاصل ضرب بميلاي المستقيمين المتعمدين سؤال سهل وبسيط جدا جدا بيساوي سالب واحد سؤال اللي بعده بيقول لي في الشكل المقابل ألف باق بيساوي كام سنتي طبعا يا بش مهندس طوله الضلع المقابل الزاوية 30 في المسلس القائم بيساوي نص الوطر يبقى كب بستة وفي حاجة تانية يا بش مهندس بدمارك إيه هي أنا ده مسلس قائم فدايما أطول الأضلاع هو الوطر فما ينفعش الضلع ده ولا 24 ولا 18 ولا 12 فده بالعقل فالسؤال أصلا يعني أفصت من كده مفيش السؤال اللي بعده بيقول لي المستقيم اللي لازم معلته واتنين سين ناقص ثلاثة صاد ناقص ستة يقطع من الجزء السالب لمحور الصادات جزء النقطول وخلي بالك هو قال لي بيقطع من الجزء السالب فما ينفعش اكتب سالب تاني يمام مبدئيا أصلا اللي جابتين دول غلب تمام طب الجزء السالب بيجيبه ازاي الحد المطلق بغير شرطه دي سالب ستة هتبقى موجب ستة على اللي قدام الصاد اللي هو سالب تلاتة ستة على سالب تلاتة يبقى سالب اتنين هو طلع الناتج فعلا سالب اتنين ولكن هو بيقول لي يقطع من الجزء السالب اقول له واحدتين ما ينفعش اقول له سالب اتنين السؤال اللي بعد كده بيقول لي بدون استخدام القلة الحسبة أثبت أنه طبعا هقول له الطرف الايمن هيساوي جا تربيع تلاتين اللي هي بالنسبة لي جا تلاتين اللي هي بنص يبقى نص تربيع بيساوي كان بيساوي ربع بعد كده الطرف الايصر هيساوي خمسة في جا تربيع ستين جا تلاتين اللي هي بنص برد يبقى دو نص تربيع زا خمسة واربعين اللي هي بواحد يبقى دي بالنسبة لي كيام واحد تربيع يبقى يساوي طبعا هتبقى دي خمسة ونص تربيع اللي هو ربع ناقص الواحد يعني هتساوي خمسة على الاربع ناقص الواحد اللي ممكن اكتبه اربع على الاربع عادي جدا يبقى خمسة ناقص اربعة واحد واربع المقام طبعا متوحد يبقى ربع يبقى بالنسبة للطرف الايمان بيساوي الطرف الايس السؤال اللي بعده بيقول لي بيين نوع المثلث بالنسبة لأطوال اضلع معي الالف ومعي الباق ومعي الجيم يا بش مهندس تعال بقى نجيب الالف باق بيساوي قد الجزر فرق السنات يبقى سالب اثنين ناقص ثلاثة لكل تربيئة زيت فرق الصدات اللي هو اربعة ناقص ناقص واحد خلي بالك يعني اربعة زائد واحد لكل تربيئة دي هتبقى بالنسبة لقد جزر دي هتطلع بخمسة وعشرين وخمسة وعشرين فهتطلع جزر خمسين اللي هي خمسة جزر اثنين لو انت عايز تبسطه الباق جيم هيساوي قد الجزر تلاتة ناقص اربعة تربيئة زائد سالب واحد ناقص الخمسة تربيئ هيساوي قد الجزر تلاتة ناقص اربعة سالب واحد سالب واحد تربيئ بواحد زائد سالب واحد وسالب خمسة سالب ستة تربيئة بستة وتلاتين هتساوي جزر السبعة وتلاتين بعد كده بش مهندس اخر بضلع بالنسبائي اللي هو الالف جيم بيساوي هذا الجزر سلب اتنين ناقص اربعة لكل تربيع زائد اربعة ناقص خمسة لكل تربيع ده هتطلع معي بجزر سبعة وتلاتين لو انت ملاحظ ان الباق جيم بيساوي الالف جيم الباق جيم يساوي الالف جيم اذا المسلس متساوي الساقين بس كده بش مهندس ومسألتك خد حد امتحان برضو من الامتحانات السهلة جدا سأللي بعد ويقول لي اوضع قيمة سين اذا كان ماشي يلا بينا يلا بش مهندس زا سين بيساوي تعالى بقى نجيب القيمة دي مرة واحد اربعة في جا تلاتين جا تلاتين اليها بنص في جا ستين اليها بالنسبالي برضو بنص خلاص يبقى يساوي نص في نص بربع يبقى دي اربعة في واحد على اربعة يعني بيساوي واحد بقى معاك ان زا سين بيساوي واحد ايه الزاوية اللي تضع بتاعها بواحد اكيد بخمسة واربعين او عن طريق الا الحسبة اتعمل شفت تان واحد تطلع الزاوية بتاعتك بكام بخمسة واربعين السؤال اللي بعد كده بيقول لي اوجد معادلة المستقيم المر بالنقطة دي عموديا على المستقيم ده طالما عمودة على المستقيم هجيب الميل الميل هو سالب معامل سين على معامل صاد يعني سالب واحد على ثلاثة تمام خلي بالك ان هو عمودي فاقول له ميل العمودي هشاء اللي بداي يبقى ثلاثة على سالب واحد اغيروا الاشارة يبقى ثلاثة بس المعادلة هي بتاعتي هي صاد بتساوي ميم سين زائد الجيم فخلي بالك بقى من حاجة مهمة انا الوقتي معايا النقطة اللي بيمر بيها لها ثلاثة وسالب خمسة تمام هشيل الصاد وحط سالب خمسة هتساوي الميل اللي هي ثلاثة في ثلاثة برضه بش مهندس زائد الجيم ثلاثة في ثلاثة بتسعة هودها الناحية التانية يبقى الجيم بتساوي سالب خمسة سالب تسعة يعني سالب اربعتاشر يبقى المعادلة بتاعتي صاب بتساوي هتبقى بالنسبة للميل اللي احنا جبناه اللي هو ثلاثة سين ناقص اللي اربعتاشر وهي دي كده المعادلة اللي انا هشتغل عليه السؤال اللي بعد بقول لي ازا كانت النقطة جيم هي منتصف دي تلما قلنا اعطيني المنتصف يبقى بالنسبة لي مجموعة السنات على اتنين خلي بالك جيم هي اللي في النصف فانا هجمع السنات اللي هنا يبقى سين زائد ستة على الاتنين هيساوي الاربعة هضرب مقص يبقى سين زائد ستة بيساوي تمانية واد الستة الناحية التانية يبقى سين بتساوي تمانية ناقص ستة بيساوي اتنين بعد كده بش مهندس مجموعة الصادات اللي هو ثلاثة زائد خمسة على الاتنين بيساوي الصاد نتزد خمسة تمانية تماني على الاتنين فعل اربعة اذا نصدتوا ساوي اربعة يبقى اذا بالنسبة لي ان سين زائد الصاب بيساوي اتنين زائد اربعة يمساوي ساوي السؤال اللي بعد كده بيقول لي اوجد معادلة الخط المستقيم المرة بالنقطة دي واصنع مع الاتجاه الموجة بلو محور السينات زاوية موجبة وقياسها خمسة واربعين اول حاجة اقول له الميل بيساوي زاق خمسة واربعين بيساوي واحد المعادلة العامة صاب بتساوي ميم سين زائد الجيم بعد كده عوض بتلاتة واتنين يبقى يا باش مهندس الميل بتاعي هو بواحد يبقى صاب تساوي واحد في سين اللي ياب سين زائد الجيم عوض بقى بالنقطة تلاتة واتنين يبقى عندي سين ودي صاد هشيل الصاد وحط اتنين ودي بالنسبة لتلاتة زائد الجيم ما وقت التلاتة النهاء التانية يبقى الجيم تساوي سالب واحد يبقى المعادلة بتاعتي يا صاب تساوي سين ناقص الواحد وكده قادرت توصل للمعادلة برضو سؤال سهل وبسيط جدا جدا السؤال اللي بعد كده يا باش مهندس بيقول لي الف بقى جيم يساوي مسلس قائم الزاوية فيه الف جيم بستة بقى جيم بتمانية هو عايز قيمة المقدار ده اقول له حاضر انا اول حاجة هجيب الف بقى اللي هو الضلع لناقص طبعا تربية هيساوي طبعا ده الوطر فهحط هنا زائد وحط الضلعين التانين تربية اللي هو ستة تربية زائد تمانية تربية يعني هيساوي بالنسبة لي مية عشان اجيبي الالف بقى يا باش مهندس هيساوي اتجاز المية تطلع معايا بعشرة سنط جميل جدا بعد كده بيقول لي يا باش مهندس انا عايز منك القيمة انا كده بيات عارف اضلع المسلس جتة الف في خلي بالك قد الالف الجتة اللي هو مجاور على وطر يعني ستة على عشر فيه جتة باق جتة باق اللي هو مجاور على وطر اللي هي تمانية على عشر ناقص الجهة الف الجهة الف في مقابل على وطر اللي هي 8 على 10 في الجابة اللي هي بالنسبة ل 6 على 10 هتحسب الحزبة دي مش مهندسة هتطلع بصفر هتقول لي ليه لان ده شبه ده بالزبط فده عدد ومعكوسه بأكيد هتطلع بتساوي السؤال اللي بعد كده بيقول لي اذا كان جيم دال بيوازي محور السينات ده جيم دال بيوازي محور السينات يبقى الميل بتاعه بيصوصف ميل المستقيم الموازي المحور السينات بيصوصف فبيقول لي حيثوجين بكزا ودال بكزا انا عايز منك قيمة الصاد حاضر طب ماه الميل بيساوي فرق الصادات يعني هيبقى صاد ناقص 2 على فرق السينات اللي هو سالب 5 ناقص 4 طب ماه في الاخير هيساوي صفر طالما حاجة بتساوي صفر يبقى البسط هو ده بيصوصف يبقى صاد ناقص 2 تساوي صفر يبقى ايزا الصادة باش مهندس بتساوي كام اتنين ومعلومة ليك اي حاجة بتوازم احور السينات الصادات الدبعة لو بتمز وحبر الصادات يبقى السينات الدبعة يعني من غير مفكر الصاد دي باتنين عشان تساوي الصاد اللي خلاص لك ده باش مهندس بالنسبة لامتحان محافظة دميات هندسة من الامتحانات الجميلة جدا جدا والسهلة والبسيطة بإذن الله كده احنا حلناها بالكامل بفضل ربنا بإذن الله نحاول نكمل برضو باقي الاختبارات وننزلها اقرب وقت ليك اتمنى اكون ايدي تفيدك اتمنى اكون وصلت لك المعلومة بترسالة بسيطة ايريد لو استفدت تشترك في القناة واضفع الزرارة الجرس وضع الضغط لايك شار الفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من الناس اشوفكم على خير الفيديو الجاي كان معك مهندس حسام من قناة حسام ميراديات وشكرا